اهلا بكم الى نشأة الاخبار من الميادين مستهلة بابرز العناوين وزير الخارجية الامريكية ربط التعاون العسكري مع موسكو في سوريا بتغيير موقفها من الجماعات المسلحة قوات الحشد الشعبي تتصدى لهجوم جديد لداعش ضمن محور عمليات تل عفر الخلافات حول تركيبة الجيش الليبي وتبعيته افشلت اللقاء بين خليفة حفتر وفايز السراج وبدلات فردية في الجزائر لتأمين فرص عمل للشباب بعد ملمسة نسبة البطالة الثلاثين في المئة مساء الخير اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان القاذفات الاستراتيجية توبوليف 95 ام اس وجهت ضربات بالصواريخ المجنحة ضد مواقع داعش في الرقة ولفتت الى ان القاذفات دمرت معسكرات تدريب المسلحين ومقر ادارة احدى الفصائل الكبيرة التابعة للتنظيم واضفت ان القاذفات اقلعت من الاراضي الروسية وحلقت فوق ايران والعراق ونفذت مهمتها في سوريا وعادت الى قواعدها وزير الخارجية الامريكي قال في بون الالمانية ان التعاون العسكري بين واشنطن وموسكو في سوريا غير ممكن ما لم تتوقف روسيا عن وصف كل جماعات المعارضة السورية بالارهابيين وفي مدينة ميونيخ وخلال قمة الامن اعلن وزير الدفاع الامريكي ان العلاقة بين دفاتي الاطلسي هي الحصن المنيع بوجه زعزعة الاستقرار تحاول الولايات المتحدة طمأنة حلفائها لمواقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب من مسائل مختلفة اهمها العلاقة مع روسيا والازمة السورية بالاضافة الى التعاون مع حلف شمال الاطلسي في المانيا اجتماعات متوازية استغلها المسؤولون الامريكيون للتعبير عن مواقفهم اجتماع فيبون للدول الداعمة للمعارضة السورية او ما يعرف في دول اصدقاء سوريا بينها عشرة بلدان غربية وعربية وتركيا على همش اجتماعات مجموعة العشرين اكد خلاله وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان التعاون العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا غير ممكن ما لم تتوقف موسكو عن وصف كل جماعات المعارضة السورية بالارهابيين موقف متماهن مع وزير الخارجية الفرنسية عبر عنه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الالمانية نطلب من روسيا بشكل خاص كما من ايران ان يتوقف النظام السوري عن اعتبار كل الفصائل المعارضة ارهابية فلو كانت جميع الفصائل المعارضة في جينيف ارهابية لن يكون هناك اي مفاوضات لهذا السبب من المهم لنا ان نكسب روسيا كشريك تفاوضي جيد ونحتاج الدعم من الامم المتحدة العملية التي نأمل ان تستأنف في جينيف عليها ان تقوم على اساس دولي سليم ومن الواضح ان كل المشاركين يسعون الى حل سياسي بموازات اجتماعات مدينة بون استحوذت العلاقة بين الولايات المتحدة والناتو على القمة المنعقدة في ميونيخ حول الامن وزيرة الدفاع الالمانية ارسولا فاندريان شددت على ان اللحمة الاوروبية هي لمصلحة واشنطن محذرة من اي خطاب يمكن ان يهدد تماسك الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي وذلك على مسمع وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس الذي اكد ان العلاقة بين ضفتي الاطلسي هي الحصن المنيع بوجه زعزعة الاستقرار الرئيس ترامب اكد دعمه للناتو كما انه شدد على ان الاخير يحتاج ان يتكيف مع الوضع الاستراتيجي الحالي ليحافظ على مصدقيته اجتماعات تشكل اختبانا للموقف الامريكي قبل ايام من استحقاقات مرتقبة ابرزها استئناف محادثات جناف بشأن سوريا قال الرئيس وفد الحكومة السورية الى محادثات استانا بشار الجعفري انه لمباحثات مباشرة مع انقراء سواء في استانا او في جناف طالما تحتل تركيا اراضي سوريا في غضون ذلك امتنع مكتب المبعوث الاممي الى سوريا ستفان ديمستورا عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي في محادثات جناف الأسبوع المقبل المتحدثة باسم المبعوث الاممي يرى شريف قالت ان المحادثات ستسترشد بقرار مجلس الامن 2254 المتعلق باسلوب الحكم بمشروع دستور جديد للانتخابات واكدت ان ديمستورا يضع اللبسات النهائية على قائمة الحضور مصدر في الكراملين اعلن ان النتيجة الرئيسية للعمل في مؤتمر استانا تتمثل بموافقة جميع المشاركين على بند المجموعة المشتركة لمراقبة وقف الاعمال القتالية المصدر قال ان الالية السلاثية لروسيا وتركيا وايران حول سوريا وضعت على اساس جيد ومتوافق عليه واضاف ان مهمة المجموعة السلاثية لمراقبة الهدنة تتمثل في فصل الارهابيين عن المعارضة المسلحة على حد وصفه الى العراق حيث اعلن الحجد الشعبي ان قوته الصاروخية وجهت ضربات مركزة لداعش شمال قرية عين الطلاوي غرب تل عفر وقال مصدر في كتائب حزب الله العراق ان داعش شن هجوما واسعا ضد محور عمليات تل عفر لافدا الى استشهاد خمسة عناصر من قوات الحجد الشعبي هذا وشاركت الطائرات العراقية في صد هجوم لداعش عبر استهدافها آليات مصفحة للتنظيم قبل وصولها الى السواتر الامنية العراقية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد ان بلاده تحارب الارهاب على الارض مشتددا على ضرورة التعاون لموجهده نحن نحارب الارهاب اليوم على الارض والارهاب يحاول يرد على عملياتنا البطولية وعلى بطولات ابنائنا الذين يقتلون الارهاب في جبهات القتال باعمال جبائنا لقتل المدنيين هنا في بغداد وفي كل العالم وهذا يحتاج لتعاون استخباري كبير العمليات الارهابية التي تحدث في بغداد والتي تحدث في دول اخرى في اوروبا والتي تحدث في باكستان وفي دول عربية هذا الارهاب له خطة دولية مجموعة ارهابية عالمية تقوم بتدريب وتقوم بجلب الشباب هناك دعم مالي هناك دعم لوجستي لهذه الجماعات علينا ان نتعاون جميعا من اجل غضاء عليها ما زالت مواقف الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله عن ضرب حويات الامونيا الاسرائيلية ودعوته لتفكيك مفاعل ديمونة تتصدر اهتمام الاعلام الاسرائيلي منال اسماعيل في كل مرة يذكر فيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حوية الامونيا في حيفا يوقظ الرعب الدفينة في نفوس الاسرائيليين فلم يكد السيد نصر الله ينهي خطابه حتى اجرت القناة الثانية الاسرائيلية نقاشا بشأن خزان الامونيا ومخاطره واستعانت بشهادات سابقة لخبراء اسرائيليين بشأن الانعكاسات الخطيرة التي قد تقع في حال استهداف هذه الحاوية في اي مواجهة مقبلة مع حزب الله يجري الحديث هنا عن نحو ستمائة الف شخص يعيشون في دائرة الخطر وفي حال استهداف الحاوية ستحدث سحابة من المواد السامة تتحرك مع رياح ما يوقع الكثير من الاصابات نحن نستطيع ان نصل الى الارقام التي ذكرها حسن نصر الله وهي اكثر مما حصل في هرشيما ونكزاكي مراقبون رأوا انه لو لا تطرق الامين العام لحزب الله للخطر الكامن في حاوية الامونيا لما كان الاسرائيليون عرفوا ما يتهددهم ووفقا للمراقبين فان الكثير من الاسرائيليين فوجئوا بإلمام السيد نصر الله بما يحدث في حيفا وبشأن قرار المحكمة القاضي باخلاء خزان الامونيا فورا لقد كتبت للمرة الاولى عن حاوية الامونيا عام 2006 عندما هدد نصر الله وقال حيفا وما بعد حيفا عندها اعتقدت ان هناك ما يشبه القنبلة النووية وسط منطقة مختبطة بالسكان لا يعقل ان يكون هناك رقابة على امر كهذا ولا يعقل ان نصر الله يعرف عن ذلك بينما سكان حيفا لا يعرفون شيئا عنه وفي ظل الضجة التي تلف خزان الامونيا في حيفا كشفت صحيفة معاريف ان الشقيقين الرئيس الامريكي دونالد ترامب يملكان رخصة تشغيل حاوية الامونيا في حيفا منذ تسع سنوات وذيلت عنوانها بالقول تعرفا على الاخوين الذين بقيا تحت الرادار في العاصفة التي هبت حول حاوية الامونيا في خليج حيفا معلقون قالوا للقناة الاولى ان الامينة العامة لحزب الله يقول الحقيقة ولا شك ان قدراته تطورت كثيرا ولنأمل ان لا يضطر حزب الله لاستخدام هذه القدرات اكد وفتي سوريا الشيخ احمد بدردين حسون ان الجماعات التي حاربت سوريا لم تحارب اسرائيل يوما واضف في لقاء مع الميادين في اطار تغطية المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة ان الفتاوى التي اطلقت لقتل السوريين تناست فلسطين فيما لم تنسى سوريا والمقاومة واران فلسطين ابدا ثقوا اننا لم نيأس وثقوا ان المؤتمر الذي يعقد اليوم في طهران سيعقد غدا هو ليس تذكير لكم لتستيقظوا انما هي سوريا والجمهورية الاسلامية والمقاومة اللبنانية ما نسوا فلسطين ساعة من الساعات لانهم يعلموا حقيقة ان كل ما يحدث في عالمنا العربي والاسلامي الهدف منه فقط نسيان القضية الفلسطينية من جهته قال المطران عطل لحن رئيس اساقفة سبستيا لروم الارتدوكس ان المال الذي استخدم في تدمير سوريا لو تم توظيفه في تحرير فلسطين لا تحررت واعيد اعمارها ما ارسل حتى الان الى سوريا من اجل الدمار والخراب لربما اكثر من ثمانين مليار دولار لو استعمل هذا المال من اجل البناء والتطور في الوطن العربي لتم القضاء على ظاهرة البطالة والفقر والجوع والتخلف لو ارسل هذا المال الى فلسطين لتمكننا من تحريرها عشرة مرات واعادة اعمارها ولكن القرار ليس بيد العرب هذا المال لا يملكه العرب وانما يملكه اعداء الامة العربية الذين يتصرفون به كما يشاءون وفق اجنداتهم واهوائهم ومصالحهم فصل قصير نتابع بعده النشرة اهلا بكم من جديد اكد وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ان وضعية الاجسام الموازية للجيش الليبي كانت سبب الرئيس في فشل اللقاء المفترض بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز سراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في القاهرة سيلا اكد ان المشير خليفة حفتر له خبرة طويلة في المجال العسكري واعتبره نوات للجيش الليبي الحالي ولفت الى ان الانقسام الداخلي في ليبيا السرع على السياسة الخارجية بشكل كبير وافقدت دولة هيبتها وقيمتها الخارجية الامين العام لحلف شمال الاطلسي كشف ان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج طلب مساعدة الحلف في تدريب وتطوير القوات المسلحة الليبية وغلال مؤتمر صحفي في بريكسال اكد الامين العام للاطلسي انه بدأ النظر في نوع الدعم الذي يمكن تقديمه لحكومة رفاق الليبية فيما يتعلق باقامة مؤسسات امنية ودفاعية ولأعداد برامج اقامة البنى التحتية وتدريب العناصر في البشرية في قطاعات الامن والدفاع الى ذلك تصدف تونس يوم الاحد المقبل اجتماعا ثلاثيا بين وزراء الخارجية في تونس والجزائر عفوا ومصر الخارجية التونسية اعلنت ان الاجتماع يندرج في اطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد سبسي لاجاد تسوية شاملة في ليبيا الخارجية اكدت في بيانها ان الاجتماع سيبحث نتائج الاتصالات التي اجرتها الدول والسلاث المشاركة مع مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف التقريب ووجهات النظر فيما بينها والان ينضم الينا من تونس الاكاديمي والبحث في شأن الليبي دكتور رافع الطبيب اهلا بك دكتور رافع وسنبدأ معك من اللقاء او فشل اللقاء يعني بين السراج وخليفة حفتر بسبب يعني مسألة الجيش الليبي كما اعلن وزير خارجية حكومة الوفاق كيف يمكن يعني قراءة هذا الفشل الجديد في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة انا رأى لا ارى فشل في الحقيقة المشير خليفة حفتر اكد منذ مدة انه يرفض ان يقابل السيد السراج وهذا مجرد انعكاس لحالة موازين القوى داخل ليبيا اليوم المشير حفتر اصبح مسيطر على بنغازي تم تحرير جنفودة من اخر جيوب المجموعات الارهابية موجود في الهلال النفطي عنده تحالفات تعقدها مع عديد من المجميع المسلحة على امتداد التراب الليبي خاصة في الجنوب وبعض المناطق الغربية وبالتالي يعتبر نفسه اصبح اليوم هو الرجل القوي في ليبيا اضافة انه سياسيا يتمتع بتعاطف جزء كبير من البرلمانين المجتمعين في طبرق اضافة لحكومة سيد عبدالله الثني وبالتالي يعتبر انه السراج لم يعد له اي وزن الا الاعتراف الدولي برئيسه للمجلس وبالتالي هناك تبدل ايضا داخل المزاج حتى في ترابلس ازاء سيد خليفة حفتر الذي يعتبر انه هناك اليوم طلب متعاظم داخل المجتمع الليبي لوجود الجيش ولعودة الامن وقوات الامن في كل مدن ليبيا التي تشتاحها عمليات اجرامية كبرى والشيء الذي لاحظناه خاصة في المناطق الجنوبية وبعث مدن المنطقة الغربية التي لا تنعم بالامن خلافا لمنطقة الشرقية حيث يمكن الحديث عن وجود نواة لدولة ولكن كما قلت تمتع السراج بدعم دولي وهذا لم بالعكس دعم موقفه في الطلب من حلف شمال الاطلسي بأي يكون لديه مساعدة في ليبيا الى اي مدى بداية يعني كيف نفهم هذا الطلب للمساعدة هل نفهمه فقط مساعدة يعني في التسليح لأي جهة يعني الجهة التي يمثلها هو ام لأي جهة يريد تسليحها ومساعدتها ام نفهمه ربما ببعد اكثر تعقيدا وهو طلب تدخل دولي صريح في ليبيا من قبل النيتو لن يكون هناك لا دعم ولا تدخل خارجي حتى نكون واضحين من طرف الناتو والدول الغربية في حين انه لنكون صرحة الدولة الوحيدة الكبرى التي تساعد اليوم تسليح الجيش الليبي هي روسيا وفي جزء معين ايضا جمهورية مصر العربية اليوم شيء اللي متأكدين منه انه لن يكون هناك حسم للمعركة داخل ليبيا بس دكتور عفوا إذا مقامة حرب قلنا قبل قليل ان الامين العام للاطلسي بدأ ببحث نوع الدعم الذي يمكن ان يقدم يعني يبدو ان الاطلسي سيتجاوب مع دعوة السرار سيكون دعم رمزي ولن يؤثر على الساحة اليوم المعطيات الجيوستراتيجية تؤكد انه في ليبيا من سيحسم المعركة ستكون القوات الجوية والوحيد الذي يمتلك اليوم القوة الجوية داخل ليبيا وقوة جوية ضاربة هو المشير حفتر وهناك معطيات جدية تؤكد انه تم استصلاح العديد من الطائرات اللي كانت معطبة في طبرق وسيتم استعمالها في اي معركة قادمة لا ننسى استاذتي انه كانت هناك دعوات متعددة من طرف المفتي السابق لليبيا سيد الصادق الغرياني من اجل الهجوم على الهلال النفطي واسترجاع بندينة اجدابيا ولكن لم يتم التقدم هذا لانه الجنال الحفتر المشير حفتر استعمل القوة الجوية وتمسح كل المجموعات المتقدمة نحو هذه المنطقة وبالتالي هناك نوع من الاعتراف بهذا الواقع من طرف سيد السراج وخاصة أنه يبدو هناك تمشي لقبول يعادة النظر في موقع سيد حفتر داخل الجهاز الذي نترقبوه اليوم في ليبيا من اجهات سياغة الاتفاق السياسي هذا الاتفاق الذي قلنا عنه عندما تم امضاءه في مدينة تصغيرات المغربية أنه لا يمكن أن ينفل على الأرض لأنه غير متوازي ولا يخذ بعن الاعتبار القوى الصاعدة والفعلة والمتحكمة في الميدان داخل ليبيا هل برأيك هذه الدعوة للنيتو هي ربما تقابل الدعم الذي تحدثت عنه من قبل موسكو ومصر وتماهي حفتر وحصولها على الدعم من قبل هتين العاصمتين كما أسلفت لا يمكن أن يكون هذا الدعم ذو قيمة لأنه لا يوجد نواة جيش في المنطقة الغربية ونحن لاحظنا أستاذتي في معركة البنيان المرصوص في عملية تحليل السرط وهذا الكم الهائل من الشهداء اللي سقته لأنه لم تكن هناك أي نوع من أنواع الدعم الحقيقي على الأرض لم يكن هناك طيران حقيقي يقصف بل أكثر من ذلك هناك العديد من الشهداء اللي سقته من بعض الكتاب اللي جات من المصراته سقته لأنه تم قصفه من طرف الأمريكان وبالتالي أنا شخصيا لا أعتبر أنه الغرب له مصلحة في مسنة أي طرف في المنطقة الغربية بشكل مباشر قد يكون سياسي هذا وقره شخصيا ولكن لا أنتظر أن القوات الغربية وخاصة الناتو سيتدخل في المنطقة لأن الناتو عنده ثلاثة أو أربع مطالب في المنطقة الغربية في ليبيا وهي بالأساس إيقاف تدفق الهجرة السرية ضرب المجموعات الميليشيوية التي تعمل من أجل إعادة تجميع المجاميع الإرهابية وهناك أيضا بعض المناطق التي للغرب فيها مصالح مباشرة خاصة المنطقة النفطية والتي تريد بعض الشركات النافذة داخل ليبيا أن يتم استبعاد هذه الميليشيات لأنها تقوم بتعطيل الانتياج أو تسويق النفط دكتور رفع في تونس حيث أنت موجود أيضا هناك اجتماع لوزراء خارجية تونس مصر والجزائر بمبادرة من الرئيس التونسي إلى أين ممكن أن تصر بمبادرة هذه المبادرة برأيكم؟ هي ستكون إيجابية لو يأتي الجميع بكل أوراقهم على الطاولة ويفسروا إلى أي حد وصلوا له نعرف أن الجزائر كانت تحرك بمفردها وتحركت في العديد من الاتجاهات ما فيها اتجاهات قد لا تتماهى مع الحل السياسي الحقيقي لليبيا تونس لم تكن بهذا النشاط الكبير على مستوى الساحة الليبية مصر لها معناها مجموعة من التفكير التي تقوم بتقييم الوضع الليبي يوميا نعرف اللواء حجازي هو المكلف من طرف الرئاسة المصرية لمتابعة الشأن الليبي وقام في الأسبوع الفارض بالالتقاء بالأقطاب الثلاث يعني عقيلة صالح حفتر وسيد صراج قبلهم الثلاثة ويبدو أنه اليوم أكثر بلد عنده أوراق داخل الساحة الليبية هي مصر وسيكون النفع عام خاصة بالنسبة لأخوة الليبيين لو قامت كل هذه الدول بتجميع الأوراق وبمحاولة الوصول إلى حل حقيقي لا يستثني أحد وخاصة الناس اللي يتحكموا اليوم على المجال داخل ليبيا وأعني هنا أساسا الجيش الليبي في الشرق أنصار الجمهورية في الجنوب وكل القوى والفساء الكتائبية الموجودة داخل المنطقة الغربية في ليبيا شكرا لك دكتور رفع الطبيب الأكاديمي والبحث الشأن الليبي كنت معنا من تونس قتل تسعة مسلحين بنيران الجيش الجزائري بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة جنوب شرقي العاصمة الجزائرية وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أنها ضبطت رشاشات من نوع كلاشنكوف وبنادق نصف آلية وكمية من الزخار تنظم الجزائر معارض تجمع الباحثين عن وظائفهم والمؤسسات التي تحتاج إلى يد عاملة الدورة السادسة عشرة لمعرض مواهب وتشغيل تأتي في ظل الاستعدادات لانتخابات النيابية في وقت تراهن فيه القوى السياسية على الشباب وهي الشريحة التي تعاني أكثر من ثلاثين في المئة منها شبح البطالة عبد النور شاب يعاني البطالة برغم حصوله على شهادات جامعية عليا في الإعلام الإلكتروني وتسير المؤسسات لم تشفع له كدراته ولا شهاداته في الحصول على عمل حلم جعله يتكبد على الصفر لأكثر من ثلاثمائة كيلومتر آتيا من ولاية تيارة غرب الجزائر ليلتقي عارضي العمل في هذا المعرض في العاصمة الجزائرية جنا لهذا الصالو لأنه في احتكاك مباشر مع مقدمي عرض العمل تقر السلطة في الجزائر بارتفاع معادلات البطالة إلى عشرة في المئة لكنها في الحقيقة تتجاوز الثلاثين في المئة بين الشباب التي تبثل ثمانين في المئة من تركيبة المجتمع الجزائري كتلة تسيل لعاب السياسيين مع اختراب الانتخابات النيابية وتمثل تخوفا في الوقت نفسه عند السلطة إذا جرى استغلال هذا الواقع لقلب الموازين بطالة في الجزائر هي عشرة فاصل خمسة كانت النسبة هذه كانت تسعة فاصل تسعة في أفريل الماضي ارتفعت قليلا ولكن الحلول اللي وضعتها الدولة هي أولا من جهة مواصلة تحسين خدمة العمومية مواصلة مرافقة الاستثمارات إقبال كبير شهدت الدورات السابقة من معرض المواهب والتشغيل هذه دورات ترهن على إلزام الشباب استخدام الوسائل الحديثات لإقناع المؤسسات وخاصة الأجنبية منها هذا العام إن شاء الله نستمر بين 15 و16 ألف زائر وحيكون إن شاء الله ألف وظيفة تشغيل كفرصة لعمل في هذا الصالون إن شاء الله احنا شاركنا في 2016 وقمنا بتوظيف سبعين شخص ومن بين سبعين شخص ربعين شخص كانوا من المعرض 60% من الشباب الجزائري يرفضون العمل في قطاعات البناء والصراعة ويميلون إلى قطاع الخدمات غالبية هؤلاء الشباب الطالبين للعمل يمثلون 10% فقط ممن تكبدوا عناء التنقل ومواجهة الشركات العارضة بسيارة مداتية بسبب البطالة في الجزائر لم تبرح معدلاتها بسبب تجميد التوظيف القطاع العام حمل يتكبده القطاع الخاص المتأثر أصلا بسياسات التقشف أسامة عبد النور العاصمة الجزائرية الميادي أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ أن مئات المهاجرين عبروا الحاجز المرتفع المحيط بجيب سبتة المغربي الذي تسيطر عليه إسبانيا أجهزة الإنقاذ قالت أن نحو 500 شخص نجحوا في دخول المدينة وفق الحرس المدني وقد أصيب بعضهم بجروح كمن جرح عدد من أفراد قوات الأمن والآن نعيد تذكير بعناوين النشر وزير الخارجية الأمريكية يربط التعاون العسكري مع موسكو في سوريا بتغيير موقفها من الجماعات المسلحة قوات الحجد الشعبي تتصدى لهجوم جديد لداعش ضمن محور عمليات تالعفر الخلافات حول تركيبة الجيش الليبي وتبعيته أفشلت اللقاء بين خليفة حفتر وفايز السراج مبادراته الفردية في الجزائر لتأمين فرص عمل للشباب بعد ملابسة نسبة البطالة الثلاثين في المئة للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت المدين دوت نات وموقع أيضا باللغاء الإسبانية شكرا للمتابعة وإلى لكم شكرا للمتابعة وإلى لكم